اللي بنخش في كل حاجة عندنا تحية واجبة النهاردة 17 مارس يوم المرأة المصرية احنا احتفلنا مع حضراتكم من حوالي 8 ايام بيوم المرأة العالمي واستضفنا نماذج من المرأة المصرية وقلنا لهم انه لازم تسيروا على خطى المرأة العالمية عشان تاخدوا حقوق المرأة العالمية اللي وقدها في اوروبا وفرنسا وانجلترا وكندا وستراليا ونتفوق عليهم لان المرأة المصرية لا تقل عنهم ابدا بل تتفوق لو منحت الفرصة لو تبوأت المكانة بلاش تبوأت دي لو خانت المكانة اللي هي تستحقها مليون تحية ومليون وردة ومليون قبلة لكل وقبلة دي شرعية والله لكل مرأة مصرية لكل تهم ربوطة لكل تانيث لكل هي في هذا البلد هي الام وهي الاخت وهي الابنة وهي الزوجة وهي العاملة وهي الكادحة وهي الفلاحة وهي الصانعة وهي الوزيرة وهي السفيرة وهي كل شيء في حياتنا المرأة من غيرها بصفة عامة الحياة مش حمالها طعم والمرأة بصفة خاصة بالنسبة للرجالة هي الحاجة الحلوة الحتة الطرية الحتة البسموسة كده اللي هي عارفين اللي بالحرف دي يعني هي دي مش بالنص كده بتبقى ملزقة وغاليا لا حرف كده اللي بيبقى رمش وغاليا ما بيبقاش فيها مكسرات المرأة المصرية تستحق تستحق كل تكريم وإشادة وتستحق كل تهنئة وكمان قبل بقى الكلام المراسمي والتهنئة وكل سنة وانت طيبة ومبروك عليك وان شاء الله تفضلي حلوة كده وجميلة تستحق فرصة تستحق دعم تستحق ان الدولة تبقى بتقدرها بجد مش بالكلام بس بتعتز بقيمتها وبدورها ومستنية انتاجها ورسالتها مش بالاكلة شهاد بس ولا بالورود بس يا ما تكلمنا ويا ما قدمنا ورود والمرأة كان دورها بيتراجع وبيتأخر قاد الأوان ان احنا نتوقف عن الكلام ونديها فرصتها بس وزي ما قلت لحضر لكم منبارح مش فاكر كان يعني سياق إيه اللي كنتم أكلم فيه لما قلتلكم مش كفاية يبقى عندنا 3-4 وزيرات في حكومة من 30 وزير ومش كفاية أبدا يبقى عندنا محافظة من مجلس محافظين في 28-29 محافظة هذا ليس دور المرأة فين المرأة رئيس الجامعة فين المرأة رئيس الجامعة جامعات كلها ما فيهاش وحدة تصلح انها تبقى رئيس الجامعة قولا واحدا اه فيه بس احنا اللي مش عايزين او مش قادرين اعرفوا بقى في الحكومة انتو مش عايزين ولا مش قادرين لان مش عايزين نتكلم فيها مش قادرين لا انا اسف مش صح مصر مليانة كوادر ولو غمضت عينك وعملت كده في سلة يعني السيدات هتطلع كفاءات ده انت بتعمل كده وبتحط عينك في سلة الرجال بتطلع بلاوي سودة فما تجرب بقى الناحية التانية هتطلع حاجات حلوة جدا جدا والمرأة المصرية اثباتت لما بتمنح فرصتها بتبقى بمية راجل بمية راجل حتى المثل اللي احنا عارفينه معروف وسط يعني الرجالة بتوعنا قالك مش عارف قاعدة الراجل مش عارف ايه بس لو جات يغور المية راجل فالمثل هو يأكد ان السيدت بمية راجل فارجوكم ادوها فرصتها